اختتمت فعاليات التدريب المصري الفاكستاني المشترك حمات السماء واحد والذي نفدته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والفاكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك حمات السماء واحد والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والفاكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي تضمنت المرحلة الختمية للتدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والفاكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلا على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها موسيقى 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 اشتركوا في القناة وقال لواء اركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل خلالها تحيات الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشاركة في التدريب مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به العناصر المشتركة في التدريب لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للجانبين من جانبه اكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني على اهمية تنفيذ التدريب حماة السماء واحد مع قوات الدفاع الجوي المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وفي نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة في التدريب لكل الجانبين